عمر الزاهي في كلمة في القمة مغني في القمة إيستوريك ثقافة عمر الزاهي اللي حموه متواضع ما يتخلفش فنان اجتمعت فيه كل الصفات وعجز الليسان عن وضع وصف واحد حوله ليتفق الجميع على بساطته والحديث هنا عن ملك أغنية الشعب أعمر أيد زاية المكنب الزاهي نسبة إلى الفرح الذي كان يغمر به محبي الذين لم ينسوا ذكرها شوف عمر الزاهي اللي يرحمه كان إنسان ملاخير ملاخير وكان شيء يسوره يقسمه على الفقراء عمر الزاهي قام غنائية كبيرة جدا هو نجمة أنحنت أمامها كل النجوم الأغنية الشعبية عنده شخصية بسيطة جدا تعامل بشكل كبير مع فقراء هذا الشعب قاعد في الجردان في الطوار هكذا عادي وضع فيها تشونغاي وضع فيها الشاشية هكذا يوم عنقراك ويقولوا فانتنين لا غير فنان يعني بريمو وشو قولوا عليه قليل رمز للبسطة عنوان للزهد ورفيق للزوالية هكذا عاش الزاهي فلم يكن يعزف على مندوله وكتاره فحسبه بل كان يتلاعب بأوتار مشاعر الملايين من معجبيها تاركا وراءه ديوانا مرصعا بأبهى الأغاني التي تحكي معاناة البسطاء الذين طالما شاركهم أفراحهم ليزفوه عريسا إلى مثواه الأخيرة قبل خمس سنوات من اليوم وتتفق الألسن حول عبارة عميمر عاش بسيطا فمات كبيرا بمثل هذه الوضعية جلس عميمر هنا في حديقة مارينغو التي كنيت باسمه لاحقا ليختار البساطة على البذخة مسطرا اسمه في مصافي الكبارة إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر